إذن ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا يمان السيد عبر الأقمار الصناعية مراسلنا من عفرين يعني بداية يمان أهلا بك أفادت الأخبار بتشكيل ميليشيا جديدة للنظام في زملكة ما معلوماتك حول الموضوع؟ نعم نغم بالفعل يعني ميليشيا أسد الطائفية قامت بخدعة جديدة من أجل القيام باعتقال المزيد من أهالي الغوطة الشرقية طبعا تشكيل ما يسمى بميليشيا كتائب البعث هي خدعة جديدة من أجل اعتقال المزيد من شبان الغوطة الشرقية خصوصا الحوافذ التي وضعتها ميليشيا أسد الطائفية منها الرواتب المرتفعة ومنها قيام طبعا ميليشيا أسد بالعفو عن جميع المنضوين تحت هذا التشكيل من الخدمة الإلزامية إضافة لعدة أمور أخرى قامت بها ميليشيا أسد طبعا الهدف كما ذكرت هو فقط اعتقال الشبان في الفترة الأولى سيكون هناك صلاحيات كاملة لهذه الكتائب وقيامها طبعا بالدخول وأيضا التجوال في الغوطة الشرقية بكل أريحية ولكن فيما بعد ستبدأ ميليشيا أسد الطائفية بعد أن يكون أهالي الغوطة الشرقية طمأنتهم بخصوص هذه الميليشيات ستبدأ بعمليات الاعتقال طبعا المنضوين تحت ما يسمى بكتائب البعث هم من البعثيين الذين كانوا في الغوطة الشرقية وبقوا فيها وأيضا من خلال بعض أزلام النظام من من كانوا في العاصمة دمشق وأيضا من من كانوا في مدينة زملكة وبعض العناصر التابعي لما يسمى بميليشيا جيش الوفاء الذي شكل في العام 2015 وكان طبعا مساند بشكل كبير لميليشيا النظام في الغوطة الشرقية طبعا هذا التشكيل أرفقه النظام مباشرة بحملة اعتقال على شبان مدينة زملكة تحديدا من أجل إجبارهم على الانضمام أو ترغيبهم للانضمام لما يسمى بكتائب البعث منهم طبعا تم اعتقالهم بشكل مباشر تم اقضيادهم إلى جهات مجهولة ومنهم من تدخل من عناصر هذا التشكيل من أجل حمايته أو إخراجه قبل أن يتم تحويله إلى أفرع النظام الأمنية في العاصمة دمشق وأبرزها طبعا فرع فلسطين وأيضا فرع المخابرات الجوية في مدينة حرستة طبعا الاعتقالات لم تتوقف فقط على أهالي مدينة زملكة وإنما امتدت إلى أهالي عين ترما وأيضا أهالي جوبر المقيمين داخل مدينة زملكة وعين ترما لأن ميليشيا أسد الطائفية منذ خروج أهالي الغوطاء الشرقية وتهجيرهم قصريا قبل سبعة أشهر لم تسمح لأي من أهالي جوبر الدخول إلى هذا الحي الذي تقوم بحملة تدمير بشكل كبير عليه وهدم منازل ومساجد ومصانع داخل هذه المنطقة من أجل تنفيذ المخططات الإيرانية داخل هذه المنطقة أيضا اعتقالات أخرى كانت في مدينة حرستة وأيضا في مدينة دومة ضمت اعتقال عدد من الشبان داخل هذه المدينة الشبان دائما يقومون بالهروب من ميليشيا أسد أو بالفرار إلى المزارع والبساتين في مدن وبلدات الغوطاء الشرقية ولكن حتى هذا الأمر ميليشيا أسد تقوم بعمليات دهم واعتقال في هذه المزارع أيضا وفي البساتين والحجج دائما موجودة وجود مجموعات أو خلايا تخطط للقيام بزعزعة الأمن في الغوطاء الشرقية وإلى ما هنالك تتزامن هذه الاعتقالات باستمرار عمليات التدمير في الغوطاء الشرقية تدمير المنازل تدمير المساجد تدمير المصانع المعامل وأيضا حتى بعض المؤسسات الخدمية إن كان في مدينة حرستة حي جوبر الدمشق وأيضا حي القابون وبعض المناطق الممتدة على المتحلق الجنوبي وأتستراد دمشق حمص الدولي هناك عمليات تدمير أيضا من قبل ميليشيا أسد الطائفية وكما ذكرنا سابقا ونذكر دائما الحجج والأسباب واضحة من ميليشيا أسد إما وجود أنفاق من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة بحسب زعمها أو أن هذه المنازل هي مهددة بالسقوط في أي لحظة بسبب الرياح والعواصف وكأن ميليشيا أسد لم تقم بتدميرها وإرسال وصب جام غضبها على أهالي الغطاء الشرقية وما نزلهم خلال السنوات الماضية نعم إذن شكرا على هذه المعلومات الوافية يمان السيد كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عفرين